ساعات قليلة وحاسمة تفصل العالم عن حدثين بارزين في الساحتين الإقليمية والدولية الأول إجراء الانتخابات الأمريكية والثاني ترقب عالمي لضربة إيرانية محتملة على إسرائيل لكن الحدثين يلتقيان عند نقطة الترقب الشديد بعد صدمة رافقت المرشد الإيراني بأضرار هجوم إسرائيل على منشآت عسكرية في طهران ما قد يشير بحسب تقارير إلى شن إيران ضربة محتملة ترد فيها حالة الردع التي فقدتها مؤخر عنها احتمالات أمنية وسياسية وضعت على شاشة التكهن بما سيجري خلال الساعات المقبلة أولها صدمة إيران من عدم وجود تحرك حقيقي من مجلس الأمن الدولي ضد الضربة الإسرائيلية ما حرك بحسب منطلعين غضبة القادة العسكريين والحرس الثوري للبحث عن ورقة إعادة الردع والردع بحقيقته الميدانية العسكرية وضع في زاوية صعبة على إيران يقول الخبراء احتمال آخر يذهب فيه مختصون إلى أن الحديث الذي كشفته تقارير على لسان المساد الإسرائيلي والتي تشير لاستعداد إيران تنفيذ هجمة على إسرائيل من الأراضي العراقية قد يفسر أنها تدرس تكتيك الرد الإسرائيلي بما يمنع تلقي خسائر جديدة عبر استعداد دفاعي أكبر لكن توقيت الرابع من نوفمبر اليوم الذي يسبق الانتخابات الأمريكية يتفق مع تسريبات سابقة حول استعداد إيران لضرب إسرائيل قبل يوم التصويت الأمريكي وهو ما يرجح حسابات طهران عسكريا واستغلال الحدث الأمريكي في أي رد فعل حال تنفيذ ضربتها ضد تل أبيب لكن خبراء رجحوا كذلك أن كل ما يجري قد يكون لغة حرب نفسية تخوضها طهران للتأثير على مجرى الانتخابات الأمريكية أو استغلال فراغ السلطة بعيد انتهاء الاقتراع في الولايات المتحدة اشتركوا في القناة